موسيقى أستاذ إليت أشكر محطتكم الكريمة مارين تيفي على هذه الاستضافة الحقيقة والبداية تفاؤلية طبعا وليس لنا سوى التفاؤل في هذه الرحلة من الحياة ومن العمر ما بينفع دكتور أن عيشة بأسع وبيبقص الحياة مثل ما بتكبلها بتعطيك شو بتعطيها بتردلك بتعطيها تفاؤل وفرح بتردلك بتعطيها بقص وحزن ومن ليس بهذا الوضع هلأ وبنتأمل اليوم بما أنه بهذا النهار المميز مع أنه كنت عم بتقلي أنه يمكن ما يطلع شي إن شاء الله حتى نقدر ننقل لمرحلة جديدة نرجع نطلع شوي شوي الدرج وقلت لك يا عزيزتي قدرنا أن نبقى وأن نستمر نعم لهم مسيرتهم ولنا مسيرتنا على مثال جبران خليل جبران لكم لبنانكم وللبناني فلهم لبنانهم الشعب له لبنانه أيضا دكتور يعني وبصفتي شاعرا أيضا كما عرفتني وللبناني نعم نتمنى أن يخلصوا في جلسة اليوم إلى الفرج بإذن الله أمين نعم إن شاء الله دكتور خلينا نحكي شوي عن ديوانا قصائد كتبتها الشمس عنوان لافت جدا الشمس بتاعني النور بتاعني الحياة الدفع يعني قصائد كلها مفروض تكون توحي بهيدا بهيدا الإطار محطتكم تليلي نير نعم الضوء النور نعم هذا العنوان الحقيقة عزيزة فيه يلفت انتباهها الكثيرين قصائد كتبتها الشمس وهل الشمس تكتب كما نعرف كل شيء صحي نقول شمسي صح الخضرة شمسية صح اللحوم تعرضت مثلا إلى إلى المزارع تحت شعاع الشمس نعم في المزارع تحت شعاع الشمس جسد الإنسان صحي إذا تعرض للشمس صح ونحن نعرف هي مصدر الحياة تغزين بالفيتامين دا نعم وما هي فائدة وما هي فائدة الفيتامين دا للجسد صح الحقيقة كما يقول العلم الطبي الجسد الذي يتغزى بالفيتامين دا كفاية لا يعرف الداء لا يعرف المرض وفي عصرنا اليوم في ظل أزمة الكهرباء تعرفين لبنان منور بالطاقة الشمسية صح ونحل مشاكلنا بواسط بواسطة هذه الطاقة إذن قصائد كتبتها الشمس قصائد صحية قصائد سليمة صح قصائد فيها النفع والفائدة هذا بالمعنى الطبي بالمعنى المجازي بالمعنى الشعري يعني فيها تجاوز للمألوف بحيث أن من كتبها هو الشمس وليس إنسانا كالسائر الناس هذه الأنا تماما الأنا اللي هي محور الديوان ما فيها شوية هيك نرجسية طبعا الأنا أنا الريح أنا الشمس أنا 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 هي نرجسية بامتياز نعم ولكن النرجسية في الديوان تختلف عن الأسطورة اليونانية ذاك الشاب النارسيس الذي أولع بمنظره وجماله الفاتن فراحة كل بين اليوم والآخر يذهب إلى بركة الماء لينظر على صفحة الماء ليرى وجهه الجميل إنها النرجسية الفارغة المظهرية الخارجية هو مولع بصورته الخارجية وليس مولعا نعم بجوهره وبلبه النرجسية في هذا الديوان هي نرجسية لبية حيث الشاعر يعتز بالأنا كما عرفها من قدم لهذا الديوان نعم أستاذنا الكبير دكتور مصطفى الحلوة وأحييه من هنا من خلال محطتكم الكريمة نعم بأنها الأنا الارتقائية بأنها الأنا الطاقوية أنا أيضا أضيف قائلا هي الأنا الطحريدية فأنا حين أقول أنا أحرد أحرد الآخر ليقول أنا وليس ليستسلم يشجع نعم وليس لينهار نعم نعم فهذه الأنا إذن الأنا الشعرية هي أنا مضمونية هي أنا ممتلئة ليست كالأنا عند نارسيس كما في القسطورة المنانية نعم عندما تقول أنا الريح نحن نعرف أنه الريح فيها تكون عاتية تأخذ كل شيء معه نعم فيها تكون دافئة عذبة فيها تكون باردة أنا الريح بأي مجال نعم إذن الريح ممكن تكون كما ذكرت في القرآن الكريم ريحا صرصرة عاتية تخرج تدمج نعم كالأعاصير نعم ويمكن تكون ريحا تحمل الغيس المطر نعم كل خير وبرك وتنتج وتنتج الحياة أنا الريح بهذا المعنى نعم معنى الإنتاجي نعم التي تدفع بالسحاب من مكان إلى مكان تحمل السحاب تسوقه إلى أمكن ميتة عطشة من أجل أن يخطل المطر ويحصل الارتواء وبقوة المطر تحيى الأرض صحيح وبهذه الحياة هناك النبت هناك الثمر هناك الخضرة هناك الزهر هناك الربيع هناك التجدد نعم إذن في هذا الصياق أنا الريح وليس بالمعنى التخريبي أدمر نعم ثم المعنى الآخر الريح لا يصدها عائق نعم نعم هي تتجاوز وتنتقل بحرية تجتاز الحدود من مكان إلى مكان دون أن تعرف عن نفسها هون نعم مثل ما حضرتك بقصيدتك الكلمة هي بالنسبة لك الريح يلي عم بتوصل فيها كل اللي بدك هي ولكن بطريقة مثقفة تدل فعلا على الثقافة وعلى الرقيب الكلام والكلمة تكون مثل ما بيقوله سيد زوح الدين يعني مثل ما تقول هي الكلمة بالفعل أستاذة هي بهذه القوة الريح القادرة على الوصول تماما انتشار الكلمة والانتقال من مكان إلى مكان من قطر إلى قطر من مجتمع إلى مجتمع من ثقافة إلى ثقافة فجبران خليل جبران هو الريح على سبيل الإنسان مثلا كتب باللغات العربية وترجمت إلى لغات أخرى العربية وكتب بالإنجليزية وترجمت إلى لغات أخرى هذه هي الريح بمعنى أقصد أنا هنا قوة الانتقال تماما هذا المعمل الذي أريد نسمع شوي مننا دكتور نعم نقرأ من قصيدة من قصيدة نعم هي قصائد مطولة هي قصائد أيوة لنرح نقرأ ولكن أنا أقرأ من كل قصيدة حين تطلبين مني نعم ما تيسر نعم أنا الريح جعلت كلامي سمهريا مسددا فأفرح أحبابي وقد قهر العبا والدليل هنا عزيزتي على أن الريح هي رمزية إلى الكلمة ها أنا زا أستهل القصيدة بكلامي جعلت كلامي سمهريا مسددا فأفرح أحبابي وقد قهر العدى ولو أنني سددته نحو جلمد تصدع من خوف وما عاد جلمد أصد به خصما وأدني كواعبا صددنا على العرش المليك الممجدا كلامي حسامي زاده الغمد هيبة وأرهب أعداء العتاة مجردا تساميت مجدا واكتفيت برتبتي فصرت بأمجاد الورى متزاهدة ولو كان كسرة في زماني ومد لي يد الملك تمليكا رفضت له اليد فحسبي شعري في الحياة تملكا على كل لسن أن يكون مرددا يعين يا دكتور يعين يعين شو حلو الكلام وعن جد أشكرك على هذا التفاعل وهذا الصلاح الأهمية بإلقاء الشعر قد يعطيه معناه الصحيح في كثير أشخاص بتسمعون بيقروا شعر ما فيها الأحساس أو بيضيع بيضيع الكلمات وبيضيع المعنى كله تبعه فن الإلقاء الحقيقة يدفي إلى القصيدة الجميلة جمالا آخر هذا من خلال تجربتي يعني والقصيدة الجميلة إذا لم تؤدى بطريقة جميلة تفقد من جمالها ورونتها وأيضا من معناها كما ذكرت كنا عم نحكي دكتور عن الفرق بين الكتابة النصر وبين كتابة الشعر نعم بتترجع تخبر المشاهدين أدى مهم الشاعر لأنه الشاعر ممكن يجمع أيضا في يكون خطيب بينما العكس مش صحيح نعم الحقيقة يعني هنا لأن للشاعر خصوصيا نعم يمتاز بها عن غيره من أهل الكتابة فليسمحوا لي أولئك الذين يكتبون وكما قال جبران كما قال جبران ماتت مات الشاعر فلم يقف على قبر باكيا منتحبا سوى اللغة فهو أبوها وأمها إذن الشاعر يمكن أن يكون خطيبا ممكن أن يكون ناثرا فاللغة بين يديه اللغة ملكه بل هو يليدها كما قال جبران وليس للخطيب أن يكون شاعرا وليس للناثر أن يكون شاعرا نعم دكتور تلميذك حضرتك أستاذ لغة أدب عربي نعم تلميذك هلأ بهذه المرحلة حسنا بفترات يمكن آخر عشر سنين صار فيه تراجع شوي باللغة العربية هل ممكن نرجع بيوم من الأيام نشوف التلميذ عنا مبادئين ممكن يكونوا مثل جبران خليل جبران مثل مقايل نعيمة ممكن أم شو بده الطالب أو الإنسان حتى يوصل لهيدا المستوى لا يخلو الأمر عزيزتي من ظهور نمازج أدبية ملفتة الحقيقة بين الطلاب وهذا يحصل يعني وقت إلى بعض طلاب يروحوا على الأدب عادة يروحوا أكثر على على تاني أصم يعني يروحوا على الحساب على كل شيء سانتيفي رواد كلية الأداب كثيرون ولكن هذه مشكلة يعني في الحقيقة أنا دائما أواجه طلابي بهذه الحقيقة لماذا لماذا تأتون إلى الأدب العربي وأنتم لستم من أهله أقول الآن مباشرة من خلالي من باركم نعم يأتون لدراسة الأدب العربي على اعتبار أن اللغة العربية لغة لغة المجتمع لغة الحارة لغة الديوان لغة الكفاء وجلسة النارجيل لوما إلى ذلك يعني فيظنون أن اللغة العربية هي لغة بسيطة فيقعون في الفقر اللغة العربية الفصحة بلسان عربي مبين فالله سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن قال بلسان عربي مبين يا جماعة اللسان العربي المبين غير اللسان العربي غير المبين يعني اللغة العامية التي نتكلمها في المجتمع أنا أسميها الفصحة المخربة لا أسميها العامية هي الفصحة المخربة أما الفصحة غير المخربة التي جئتم لتدرسوها فهي أصعب من اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والفارسية والتركية والبانجلاديشية والبدكمية لماذا جئتم إلى هذه اللغة الصعبة إذا كنتم لستم من أهلها لا يقرؤون أستاذ إليت لا يكتبون أستاذ إليت لا علاقة لهم باللغة العربية لا من قريب ولا من بعيد فقط اكتسبت صفة صفة العربية هي عربية إذن هي سهلة على العكس تماما والأجانب الذين يدرسون اللغة العربية يدركون كم هي صعبة يدركون يقع طلابنا في كلية الأداب بأخطاء كارثية كتابية نحوية مضمونية صياغية تركيبية يعني أقف وأنا أصحح مذهولا الحقيقة يمكن السبب المناهج المدرسية بدون شوي التطوير إعادة أنا برأي الزمن أنا برأي ليس للمناهج دور في هذا تجربتي تقول أنا دائما أقول لهم إن كل أستاذ يقول أعلمكم اللغة العربية وعلى اللوح وفي الصف هو يجذب عليكم الطالب هو الذي يكتسب اللغة من خلال القراءة ومن خلال الكتابة هذا دائما حين أسأل ماذا نفعل أقول اقرأوا واكتبوا القراءة والكتابة تعرفين أنت اليوم الزمن ليس زمن قراءة وكتابة والتواصل للأسف التواصل الاجتماعي هذا تزيع الوقت يعني اليوم وأنا آتي إليك على الطريق يعني تقود السيارة هي أو يقود السيارة هو ويتواصل اجتماعيا بواسطة المبايا هو بيصير الحادث بعدين نعم هذا هو انفصال للطالب عن اللغة عن الورق عن الكتاب يعني أنا هنا لست شمولية يعني هناك قلة ولكن قليلة حالات نادرة الحقيقة نعم قلة قليلة قلة قليلة ونادرة ونادرة نعم أكتر يعني كمين نعم نعم خلينا نقرأ سويا من أنا العاشق أنا العاشق أي صفحة عدي 44 44 هذه القصيدة ذات اتجاه صوفي الحقيقة العشق فيها عشق صوفي نعم وما أحلى أنا العاشق زارني طيف حبيبي في المنام فعرفت السكر من غير المدام روحه روحي وروحي روحه قد تمازجنا اتحادا وانسجام غربتنا لذة العشق معا وكأن وحدنا بين الأنام قربه عيشي وقرب عيشه وكلانا في النوى يلقى الحمام وإذا قبلني أو ضمني عبقت في مهجتي ريح الخزام إنما الإنسان روح خفية وبريك الحسن في الجسم لسام أيها الزاهي بحسن نظر فغدا يصبح في التربة حطام يعني نحن اليوم من هذا النوع من العشق تماما في الأسف اليوم العشق المادي شو كان أحلى دكتور إيام قبل في مسألة الحب في كل المسائل في كل الحياة إذا انطلقنا من واقعنا إذا انطلقنا من واقعنا كلبنانيين تتابعين على التواصل الاجتماعي سمت ظاهرة ولها سببها منتشرة الحقيقة على صفحات التواصل الاجتماعي وهي التذكير وهي تذكير اللبنانيين بأيام زمان بيروت أيام زمان طرابلس أيام زمان لماذا هذا التذكير؟ لأن واقعنا مرير لأن واقعنا مؤلم ولو كنا أفضل لنسينا الماضي كنا بالعكس حاولنا نحسن حتى نكون أحسن من الماضي كما يقول الشعر لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصلي فتى ما قد حصل سألتني ما هو الجميل في أيام زمان أو ما هو رأيي في أيام زمان نحن في لبنان ماضينا هو أجمل من حاضرنا ونخشى أن يكون أجمل من مستقبلنا للأسف الشديد يعني أيام زمان هي الأجمل اليوم بنا ضل متفقلين بركة نعم ربما لا ربما نعم تحل الأمور نسأل الله الفرج إن شاء الله نعم يبدو أنه لن يأتي الفرج إلا من الله أزمة قاتلة خانقة كارثية نعم شي مش حلو أبدا بتلاقي إنو أكيد مش لبنانية حلو حلو أنه ضل بجو ثقافة بعيدا عن كل الأجواء والتوترات الخارجية أنا مؤمن أستاذة إليد كل الإيمان فعلا إيماني مطلق كبير بأن ليس للبنان خلاص إلا بالكلمة والمسيح عليه السلام نعم كان بقوة الكلمة نعم بقوة الكلمة في رسالات ربنا كلها ندرك أهمية الكلمة وقوتها وقدرتها نعم في بلدنا في هذا البلد الجريح البلد المعذب الحقيقة لا أحد من القادة من السياسيين يدرك أهمية الكلمة لهذا نجد حملة رسالة الكلمة غرباء في هذا المجتمع صح تماما كغربة جبران وميخايل نعيمة وغربة المتنبي يعني عبر تاريخ هذا المجتمع العربي عبر كلمة غربة ندرك أن المثقف أن حامل رسالة الكلمة كان غريبا وعبر عن غربته وألمه لهذا أنا مستمر أنا مستمر ولن أتوقف حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا إن شاء الله لأ العمر الطويل إن شاء الله أنا أشكر وجودك معنا ياريت معنا وقت أكتر لأنه عن جد لقاء مميز كتاب رائع نتمنى أنه الكل يكونوا عم يقروا وين موجود دكتور هيدا الكتاب وهيدا غليفه إذا حدا بدو يجيب لكتاب وين بلقوه؟ هذا الدوان قبل كل شيء أشكر الأديبة المهندسة الصديقة الغالية ميري شحادة التي أصدرت هذا الدوان عن منشورات والدها الشاعر شاعر الكورة الخضراء عبدالله شحادي تكفلته ورعته فجاء صديقة عزيزتي هي تحيتي إليها من هنا هذا الدوان سنوزعه على المكتبات إن شاء الله ما استطعنا أن نوزع يعني ويعني في معارض الكتاب أيضا نوقعه هدية لرواد المعرض ومن أراد أن يحصل على نسخة فعبري أو عبر الأديبة الأستاذة ميري شحادي أيضا نقدم له نسخة هدية كل التوفيق دكتور أشكرك وأنا أشكرك أيضا أشكر محطتكم على هذه الاستضافة أهلا وسهلا فيك مشاهدينا أبراكم نكمل معكم